تبنت مملكة البحرين باقة من الإجراءات القانونية والعملية الرامية إلى ترسيخ ممارسات الحريات الشخصية والحقوق الفردية بالشكل الذي نادى به الدستور البحريني نعم ففي دولة المؤسسات والقانون ومن نافذة أرقى الثوابت الوطنية الراسخة تجد الترشيعات في البحرين بيئة خصبة تتنامى فيها صور مجال حقوق الإنسان كتلك المتعلقة على وجه التحديد بحرية الرأي وحق الأفراد بالتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح لطالما كفلت مملكة البحرين متنوع الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين وفقا لما جاءت به السكوك والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وترجمة للخصائل الأصيلة للمجتمع البحريني صور زاهية من الحقوق المدنية والسياسية تصطع في سماء مملكة البحرين التي على شأنها وتعالى صوتها ليتمتع المواطنون بحقوقهم وحرياتهم ليبشر ذلك بتسجيل إنجازات بالجملة استهدفت تأصيل مبادئ حقوق الإنسان ولعل في مقدمتها هو حق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح إن البحرين تخطو خطوات واثقة في شأنها الديمقراطي والحقوقي والتنموي من خلال إجراءات قانونية وعملية تحاكي جملا من الأدوات السياسية الحديثة الرامية إلى إحلال رزمة من الإصلاحات على جسد الحريات الشخصية والحقوق الفردية ضمن ما حاببه الدستور البحريني المؤطر والمعزز لملامح دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة تدعمها تشريعات وطنية تحترم مجال حقوق الإنسان والحريات الإنسانية كتلك المتعلقة على وجه التحديد بحرية الرأي وغيرها من الحريات وها هي البحرين تقترب أكثر فأكثر من اليوم التاليخي الهام في كتاب مسيرتها الديمقراطية والمتمثل بعقد الانتخابات التشريعية السادسة وبذلك تحرص المملكة أن تقدم نموذجا رائعا من الديمقراطيات المتزنة عبر إنجاح الانتخابات البرلمانية القادمة وهي بذلك تأخذ بيد الشأن السياسي نحو التطور وتبقي على نوعية المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون العامة في مسارها الطبيعي التي تمنح لكل مواطن الحق في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة والحق في أن ينتخب أو ينتخب لتكون الانتخابات حقا أصيلا لكل مواطن ومواطنة تتلازم معها صفة النزاهة للعملية الانتخابية برمتها من الألف إلى الياء وبموجب القانون